السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بيكم في قناتكم قناة يومياتي أنا وعائلتي ياسمين عبدالعزيز قاصدة طبيبها الخاصة الذي تتابع معه منذ الولادة الثانية أحمد العودي يكشف السبب الحقيقي لصفر ياسمين عبدالعزيز إلى جينيف اسم أول مولود لأحمد العودي وياسمين عبدالعزيز قبل ما نبدأ هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد عشرون يوما مرت منذ صفر النجمة ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا وتحديدا إلى جينيف قاصدة طبيبها الخاص هناك الذي تتابع معه منذ الولادة الثانية لها بعدما أنجبت سيف الدين ابنها من رجل الأعمال محمد حلاوة وكشفت مصادر مطلعة أن سر زيارة ياسمين عبدالعزيز إلى جينيف ليس لاستكمال العلاج التي قد بدأته في مصر حينما أجرت جراحة لاستقصال أكياس على المبيضين في مستشفى السلام الدولي بالمعادي ولكن المشكلة الأساسية التي تعاني منها ياسمين عبدالعزيز وهي وجود تليفات على الرحم تمنعها من الحمل الأمر الذي تبحث ياسمين زوجة الفنان أحمد العودي على علاجه في الفترة الحالية خاصة قبل بدء التحضيرات للموسم الدرامي الرمضاني وكشف الفنان أحمد العودي مفاجأة عن أول مولود له من الفنان ياسمين عبدالعزيز وذلك في حوار سابق له بعد نجاح دوره في مسلسل الاختيار واحد الذي جسد فيه دور هشام العشماوي وقال العودي إنزاك إنه اتفق مع زوجة الفنان ياسمين عبدالعزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يسمونه موسى موضحا أن ذلك الاسم يعود للطفل السوري الذي قابله العودي في سوريا وقام أحمد العودي بنشر عدد من الصور له برفقة الطفل السوري الذي يدعى موسى وذلك خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بالإنستجرام أثناء تصوير مسلسل الاختيار جدير بالذكر أن الفنان أحمد العودي كان قد تزوج الفنان ياسمين عبدالعزيز في بداية شهر مايو من العام الماضي عقب مشاركتهم معا في مسلسل لآخر نفس وحاليا يرافقها في رحلة علاجها التي تستكملها في سويسرا عقب إجراء عملية جراحية خطيرة لاستئصال ورنب الرحم وكان الفنان أحمد العودي توجه إلى مدينة جينيف بسويسرا للإتمئنان على زوجة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي ما زالت تعاني من بعض المشكلات الصحية نتيجة خطأ طبي بأحد مستشفيات الكاهرة وصافرت ياسمين عبدالعزيز إلى مدينة جينيف في سويسرا للإتمئنان الكامل على صحتها وترغب في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطباءها في سويسرا والذين تتعامل معهم منذ عشرين عايما ووصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة أربعة المعنية بالطيران الخاص لنقلها إلى طائرة إسعاف خاصة وكان قد كشف أحمد العودي عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجة ياسمين عبدالعزيز التي غادرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك وقال أحمد العودي في تصريحات له لم أسافر مع ياسمين إلى مدينة جينيف بسويسرا لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد وأضاف العودي الوقت كان ضيقا وياسمين كانت ترغب في الإطمئنان على حالتها مع الأطباء في الخارج وذلك بعد ما حدث خطأ طبي هنا وبكده تكون أخبرنا خلست من قناة يومياتي أنا وعائلتي ومعاكم دايما بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته